السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد اعرف اني ما نزلت امس مقطع عن السلسلة لذلك اليوم بحاول اني عاودكم بكم شغلة اضافية اول هدف عندنا بالسلسلة هو مستودع السيارات لكن فلوسي حاليا ما تكفي ولازم اجمع اكثر من مليون ومئتين الف تقريبا خلال يوم او خلال هذا الفيديو فهل نقدر نسوي هذا الشيء هذا اللي بنشوفه بالمقطع اذا ما قدرنا نوصل للهدف اليوم مو ضروري ابدا نستعجل ونحرق الجهاز عشان اللعبة بنكون سوينا اللي علينا وكسبنا في مستويات وفلوس ومن هذا الكلام من الضروري اني ارجع للبنكر والمصنع اليوم لكن الافضل نروح عليه في النهاية عشان لا نسوي نفس الاهداف كل يوم طيب نقول بسم الله وننتقل للفيديو في المقطع امس جبنا سلاح الكنز واخذنا عليه ميتين وخمسين الف فلوس اليوم بنجيب سلاح الكنز الثاني واللي هو مسدس نيفي ريفولفر الحلو بالموضوع انك ما تحتاج تنتظر اي رسالة عشان تبدأ ما عليك الا تروح للاماكن نفسها اللي انا بروح عليها وتاخذ السلاح يفضل يقوم معك الطيارة بما ان الاماكن شوي بعيدة عن بعضها نبدأ مع الامكان الاول في المزرعة وبتشوفون خريطة المكان على يسار الشاشة اذا وصلت بتروح عند البيت الكبير وتلاقي قلمة روح عندها واضغط الحرف اللي طالع عندك اذا كنت كمبيوتر اضغط حرف اي بعدها مباشرة بتسجل عندك اول هدف يكتب لك واحد من خمسة فوق الخريطة نرجع للطيارة ونروح للهدف الثاني جنب المطار في وسط الخريطة ببساطة اذا وصلت وما قدرت تلاقي الهدف اسمع الاسوات وهي بتوسلك كل الاهداف الخمسة يطلع منها اصوات ناس او حيوانات مختلفة عن اي صوت باللعبة خلصنا من الثاني نطلع بالطيارة ونروح للمدينة اللي جنبنا هناك بتحصل مستودع او هنقر مزرعة فاضي مدري محروق المهم روح على يمين الباب وبتحصل سكين مثبتة على الخشب اضغط جنبها حرف اي وبتتسجل عندك باقي لنا اثنين نطلع بالطيارة ونروح للرابع جنب البنكر في اعلى الخريطة هنا بتحصل محلات موصولة بعضها روح للجهة الخلفية وبتلاقي باب عليه علامة يد بل احمر اوصل جنبه واضغط الحرف اللي طالع عندك وبيحسب لك اربعة من خمسة وبكذا يكون باقي لنا بواحد المشكلة ان الخامس له خمس اماكن يعني لازم تدور بالخمسة عشان تلاقيه المكان الاول موجود جنب سكة القطار وتشوفون المكان على الخريطة طبعا الهدف هو سيارة سوداء اذا حصلتها انزل عندها اذا ما حصلتها كمل الفيديو وجرب باقي الاماكن الخامس الثاني تحت الجسر بعد المكان الاول بشوي تلاقي جسرين انزل تحتهم احتمال تلاقي السيارة الخامس الثالث جنب محطة الكهرباء في خزان مايا مدريب بنزين المهم بتلاقي السيارة واقفة جنب الخزان على اليسار الخامس الرابع تحت المطار العسكري بين المطار والشارع الرئيسي في نهر صغير بتلاقيها واقفة على العشب وتشوفون للحين انا ما حصلتها بمعنى انها موجودة بالمكان الاخير نروح لاخر مكان معروف تحت الجسر الكبير على الجبل والان حصلت السيارة طبعا المكان يضيع شوي فاذا تبي تلاقيه من الخريطة في مثلث محفور بالجبل على اليسارة تماما بتلاقي السيارة نروح عندها طبعا بتقول لي ما في كنز وما اخذت شي بعد كل الاهداف الحال ببساطة هو المطار وسط الخريطة روح هناك وانتظر بين الساعة السبعة بالليل وخمسة صبح وبيجيك شخص مع سكين اول ما تشوفها اكتله وبتاخذ السلاح مع خمسين الف فلوس لكن السالفة لسه ما خلصت انت جبت خمسة وعشرين الف من الاهداف وخمسين الف من الشخص الاخير صار معك خمسة وسبعين الف لكن باقي تقدر تكسب متين الف كيف؟ باختصار لازم تقتل خمسين شخص بهذا السلاح لاعبين او اشخاص عاديا ما تفرق لازم تقتل خمسين شخص ومثل السلاح الماضي تقدر تشوف كم شخص قتلت بعد ما توقف اللعبة تروح لستاتس وبونز وتشوف كم شخص عندك على الليمين تحت طيب الحين بروح واقتل كم شخص من العصابات اخترت العصابات بالتحديد بسبب مكانهم القريب من المستودعات في حسابي القديم كل ما اوصل سيارة واصدم واحد بالغلط تطلع العصابة كلها ضدي وتخرب السيارة فاليوم انا جاي انتقم بنفس الوقت اخذ فلوسي رجعت لكم بعد مقتل 48 شخص وباقي لي اثنين المشكلة انه ما معي رصاص وصفرت المسدس على الاخير بما ان الشوارع فاضية بروح محل الاسلحة واعبيه وعلى الاغلب اقتل اول شخص اقابله بعد ما اطلح من الباب اوه ما شاء الله موجودين خمسة شخاص مو مشكلة ثلاثة بيعيشون بس اثنين بتروح عليهم هلا صديق كيف حالك عندنا رصاص حق هذا السلاح قديم كم تبيعي 28 والله انت غالي يا صديق شوية انا يرجع يقتل انت نطلع ونتفهم عليه برا هذا واحد وهذا الثاني وشكرا على 200 الف خلصنا مهمة الكنز اخذنا 200 الف والحين بنجيب 200 الف ثانية بدون اي تجارة كيف من مكان على الاغلب كل اللاعبين ساحبين عليه ايش تتوقع المكان وقف الفيديو وحاول تعرف عرفت المكان؟ اذا اخترت مدرسة سواقة الطيران فجوابك صح اي نعم مدرسة تعليم الطيران تعطيك اكثر من 230 الف فلوس و13950 اربي طبعا انا الحين مو رايح اتعلم لا يا حبيبي انا رايح اعلمهم سواقة الطيران المدرسة تحصلها عند باب المطار على شكل طيارة سوداء على الخريطة عشان تاخذ كل الفلوس لازم تجيب الميدالية الذهبية في كل التدريبات الفلوس بتجيك كثيرة يعني حتى لو جبت الميدالية الاولى او الثانية ما عندك اي مشكلة لكن ذهبية بتعطيك اكثر شي واحيانا توصل فلوسك لاكثر من 37 الف على تدريب واحد طيب عندنا عشر تدريبات كل واحد ياخذ منك دقيقتين تقريبا نشرح كل تدريب خلال ثواني قليلة وبعدها نشوف ايش بنسوي اذا ما تبي تشوف شرح التدريبات تقدر تقدم بالمقطع نبدأ مع الاول بكل بساطة بيعطيك طيارة نفس اللي بالمطار الحربي ولازم تلف حول نفسك مرتين المرة الاولى بعد اول دائرة صفراء بمجرد ما تدخل الدائرة خليك تضغط على البنزين مع رقم ثمانية على الكمبيوتر ثمانية الموجود بالآلة حاسبة على يمين الكيبورد بتلف الطيارة بالعكس وترجع لنفس الشكل اللي كانت عليه بعدها خليك ماشي الى ان توصل للجسر بتحصل ثلاث دوائر صفراء خذ اول اثنين عادي وعند الثالثة سوي نفس الحركة قبل شوي لازم الطيارة تلف حول الجسر وترجع بالشكل العادي وبتخلص المهمة وتاخذ الميدالية الذهبية وهي الاسهل بينهم ما عليك الا تهبط بالطيارة اللي معك بدون محركات انزل عادي لين توصل المطار الحربي افتح الكفرات وخليك ماشي ولا تضغط فرامل الا عشان توقفها لان المحركات خربانة ما تقدر تمشيها يعني اذا ضغط فرامل ما تقدر تزيد البنزين بعدين لازم تعتمد على سرعة الهبوط عشان توصل للدائرة وقفها بالنص وتاخذ الميدالية الذهبية وبكذا تكون خلصت اثنين من التدريبات Chase Parachute وممكن انه هذي المهمة الوحيدة بالاونلاين اللي تقدر تسوي فيها حركة المظلة بمعنى انك عشان تفوز لازم تنزل من الطيارة بدون مظلة وتتحكم بشخصيتك عشان تاخذ المظلة بالجو بعدها تنزل لين توصل للملعب وتهبط بالدائرة الصغيرة عشان تاخذ الميدالية الذهبية طبعا الفكرة مو انك تنزل بالدائرة لا انت لازم توقف بالدائرة بعد ما تنزل بما ان الشخصية تمشي شوي بعد ما تنزل على الارض بكل بساطة انزل قبلها على الدائرة كبيرة وشخصيتك بتكمل المهمة وتدخل للدائرة الصغيرة City Landing ومثل قبل شوي لازم تهبط بالطيارة لكن هذه المرة على الشاطئ بالمدينة مع اجواء العواصف والشاشة تتحرك يمين يسار فوق تحت عشان تاخذ الذهبية لازم توقف بوساطة الدائرة Moving Landing صعب شوي بسبب الوقت القليل اللي معك لازم تهبط بالهليكوبتر على الشاحنة تتحرك ومعك 19 ثانية بس عشان الميدالية الزهبية اول ما يبدأ التدريب افتح الكفرات مباشرة ونروح للشاحنة ما اقدر اقول لك كيف تهبط لان الشغلة تعتمد على خبرتك فاذا ما كان عندك خبرة بكل بساطة اصفق الطيارة بالشاحنة والكفرات مفتوحة بتفوز بالميدالية الزهبية Formation Flight سهلة وصعبة بنفس الوقت ما عليك اللي تحاول تمشي مع الطيارات اللي جنبك في دائرة صفراء اذا مشيت فيها بتغير اللون دا الاخضر تحت على اليمين بيحسب لك المدة اللي تحولت فيها الدائرة للاخضر ومعك وقت زيادة يعني حتى لو تأخرت تقدر تمشي في الدائرة وتكمل المهمة سهلة لانها مدري لانها سهلة بس لازم تمشي مع الطيارات ومعك وقت اكثر من المطلوب وصعبة لان طيارتك سريعة بالتحكم يعني تلف بسرعة وما تقدر تثبتها المهم حاول تستمر باللون الاخضر الى ان توصل ل600 وتاخذ الميدالية الزهبية خلصنا ستة وباقي اربعة شوتينج رينج وقدر اقول انها الثاني اصعب مهمة بالتدريب لازم تفجر 25 هدف بطيارة الهليكوبتر تقدر تسويها السهلة اذا سيكت الطيارة من جوه بس المشكلة انت ما تشوف يمين او يسار فممكن تصطم باي لحظة لازم تحاول توازنها الى ان تفجر 25 هدف وتاخذ الميدالية الزهبية ذكرتني هذه المهمة بالموجودة بفاي سيتي في كان مهمة تشيل معك طيارة الهليكوبتر تشيل فيها متفجرات وتدخل على مبنى مبنى تجالسين يبنوه جديد اتوقع هم سوين هذه المهمة تقريبا تقليد للمهمة القديمة بما ان الاثنين هليكوبتر والاثنين مباني جالسة تنبني من جديد المهم نصيحة مني لا تستخدم الصواريخ لان الرشاش اسرع وافضل بكل بساطة لازم تمشي فوق الارض باقل مسافة تقدر عليها اذا ارتفعت كثير قبل ما توصل للنهاية تقدر تصلح الوضع وتفوز بالذهبية لان باختصار الحساب يصير بين اخر نقطتين اخذتهم شغلة ثانية السرعة مو ضرورية اهم شي تحافظ على الارتفاع يعني لو تبي تفتح الكفرات وتخفف السرعة سوي اللي تبيه معك كل الوقت بس اهم شي تكون فوق الارض بالمسافة المطلوبة اقدر اقول انها الاصعب من بينهم لازم تجمع ثلاثين علم بالمدينة قبل ما يخلص الوقت المشكلة ان عدد الاعلام ثلاثين يعني لازم تجمعها كلها ما معك وقت يعني اذا ضيعت دائرة واحدة ممكن تفشل بالمهمة كل صراحة فشلت فيها اكثر من خمس مرات بسبب اني جالس اسوق بسرعة بالنهاية اخذت اخر علم وفجرت ام الطيارة بس كويس انها انحسب وفزت بالذهبية ولا كنت بسوي مسح للفيديو كامل طفشت من المهمة عدتها لما تقولون بس اخيرا عندنا فولو ليدر ولازم تمشي ورا الطيارة اللي قدامك فيه ثلاث الوان للدوائر الاصفر تقدر تاخذها باي طريقة الازرق لازم تلف الطيارة بالعكس وتاخذه الاخضر لازم تمشي بشكل جانبي طبعا تقدر تاخذ الدوائر بدون ما تسوي الحركة المطلوبة بس بينقص منك الوقت اما اذا اخذتها حسب اللون بيزيد عندك الوقت وبكذا تاخذ الميدالية الذهبية وتكون انت علمتهم كيف يسوقون الطيارات واخذت منهم اكثر من 230 الف فلوس وصلت 13 الف ار بي وعشان الناس اللي قالتلي ان نسخة البريميوم معك كل شيء انا حاليا جمعت اكثر من 750 الف بدون اي تجارة ولا معي اي شيء فلا تشوف الانلاين على انها فلوس وخلاص وصدقني الفلوس مو صعب ابدا انك تجيبها باللعبة ولكن الانلاين فيه اشياء كثيرة تقدر تسويها اصلا بعد اول 20 مليون فلوس انت تكون اشتريت كل شيء خلاص ما عندك اي شيء بالمناسبة كل شيء سويته من البداية للان تقدر تسويه باي نسخة عندك سواء عادية او بريميوم ننتقل لمصنع التزوير وفي اليوم الماضي سوينا مهمة السيتاب وعبينا البضاعة للاخير نفتح القائمة ونسجد دخولنا دي دراجات والروح للكمبيوتر البضاعة اللي جبناها امس قيمتها 52 الف اليوم اقدر ابيعها لكن مو مشكلة نخليها اليوم ثاني نروح على الريس بلاي ونطلب سرقة البضاعة اقدر اشتريها بس بتكلفني 75 الف المشكلة اذا كل 75 الف ادفعها بيجيني مربح 52 الف فاشوف انها خسارة لهذا السبب بسوي مهمة السرقة وارجع لكم طيب المهمة طلعت عبارة عن شنطة بواحد من الصناديق الحلو بالشنطة انك تقدر تاخذها وتطلع بالمركبة اللي تبيها يعني معك طيارة دبابة سفينة غواصة خذ الشنطة وروح بأي سيارة انت تبيها ما عندك اي مشكلة المشكلة في الشنطة نفسها انها ما تعبي غير مربع واحد في المصنع في البضاعة فضروري اني اسوي مهمة ترقة مرة ثانية وارجع لكم طيب جبنا دباب الشرطة ندخلها المصنع ونشوف ايش بنسوي الحين صار عندنا ثلاث مربعات بضاعة وصرت اقدر اشتري بـ 45 ألف باقي المربعات وبكذا اكون وفرت 30 ألف فلوس وعبيت المصنع للأخير نتقل للبنكر وممكن اسوي نفس الحركة هنا بناء على كم اقدر اعبي البضاعة من سرقة واحدة ندخل على الكمبيوتر روح على ري سوبلاي ونضغط سرقة بضاعة طيب جابني لمطار حربي وشكلها دبابة لاني مسوي نفس المهمة بالحساب القديم المشكلة الحين هو عدد الجنود لانا ما معي الدرع واسلحتي ضعيفة اصلا ما معي رصاص بأي سلاح دقيقة اشتري بين القائمة ورجع لهم طيب اخذنا الدبابة الانحين في عندنا اختيارين يا اما امشي بالدبابة للبنكر او اخذ الهليكوبتر ووصلها اسرع اكيد باخذ الطيارة بس احاول اعلق الدبابة واطلع من الورطة بالمطار الحربي طيب وصلنا الدبابة وعبت نص البضاعة عندي ما اعتقد اني بعبيها اكثر خلاصي كفي يوم بما انه جبنا بضاع للمصنع والبنكر ليش ما نسوي في اي بي وورك وناخذ شوية فلوس انا هنا بسوي حركة حلوة تساعدك بالمهمة طبعا انت ما تحتاج الشركة بس اهم شي يكون معك 50 الف فلوس وتقدر تسويها قبل ما تسويها اخذ سيارة وروح للمطار الحربي ادخل وحاول تسرق اول طيارة من جهة المدرج اتحصل عندها شخص واحد بس خذها واطلع من المطار وهرب من طيارات الشرطة بالجو تجيك علامات حمراء لناس لازم تقتلهم بما انك خذت الطيارة حربية تقدر بكل بساطة تفجر الاهداف وتخلص المهمة بخمس دقائق وبيجيك ارباح 22 الف فلوس باقي نسوي شيء واحد واللي هو اخفاء علامات لستر من الخريطة روح عند حرف اتش وبيتصل عليك لستر وبيقول لك عن سلفة الفاسيليتي وكيف تفيدك بالمهمات اول ما يخلص روح عند حرف ال وبتقابل لستر مع البنت الصينية وبعد ما تخلص تقدر تفتح موقع التجارات وتشتري الاركيد ما نبي نشتري اي شيء حاليا لكن سوينا الحركة عشان يكون كل شيء عندنا جاهز طيب سوينا خمس اهداف واخذنا المسدس قتلنا خمسين شخص واخذنا ميتين الف فلوس سوينا تدريبات مدرسة طيران واخذنا ميتين وثلاثين الف فلوس جبنا بضاع على المصنع مرتين واشترينا المرة الثالثة جبنا بضاع على البنكر وعبيناها للنص سوينا مهمة في اي بي وورك واخذنا ثنين وعشرين الف فلوس واخيرا رحنا للحروف على الخريطة وقابلنا لستر صار معنا سبعمية واربع واربعين الف فلوس ومستوى الشخصية اربطاش من هنا اكونوا صد لنهاية المقطع اعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله موسيقى موسيقى